يعاني أهالي إسكان الدرب واحد في حي الضربيات التابع لمنطقة وادي السير والذي يتكون من 62 شقة ويتراوح عدد ساكني قرابة 1500 فرد من عدم وجود شبكة صرف صحي علما بأن الحي السكني المجاور يبعد 15 كيلو مترا إلا أنه شامل للصرف الصحي حيث تم الاعتماد على حفرة امتصاصية تم إنشاؤها منذ 15 عاما وتسبب فيضان المستمر على الشارع الرئيسي ما أدى إلى انبعاث الروائح والحشرات وتغيير معالم المنطقة الطبيعية إلى مكرهة صحية وقامت الجهات المعنية بقطع المياه منذ شهر كعقوبة تعسفية كما وصفها الأهالي بحجة عدم دفع البعض منهم فاتورة المياه المشكلة الرئيسية أنه من سنة 2000 لما سكننا ما كنا عارفين أنه أصلا في حفرة امتصاصية هلا اكتشفنا بعدين أنه إحنا الإسكان مش مشبوك على الصرف الصحي في حفرة امتصاصية وكان يترتب علينا مبالغ مالية خلال هاي الفترة علشان نعمل عملية السحب هلا الفترة الأولى كانت فترة عادية لأن عدد الناس اللي كانوا بالإسكان كان قليل وكنا قادرين أنه ندفع هاي التكاليف بس سنة عن سنة كانت التكاليف كلها عم بتزيد تقريبا بال2005 حاولنا أنه نلاقي حل وأنه نوصل مع الشبكة الصرف الصحي للأسف ما كان في أي تعاون نهائيا والمشكلة ظلت تكبر وصارت الالتزامات المالية تبعتنا تزيد بشكل مستمر المشكلة اللي بنعاني منها بالإسكان الدرب واحد هي أنه اشترينا شقق 62 وكل أقصاط أخذوهن ولغاية الآن السكان بدفع بأقصاط الشقق وبالمناسبة أن الجورة محفورة بنص الشارع الرئيسي كنا نسحب يومي شاحنة هسا قاعدين نسحب شاحنتين باليوم ونهاية السبوع نسحب أكثر زاد العدد يعني زاد العدد كثير تقريبا من فوق الـ 1500 وبعدين الجورة جاي بنفس الشارع الرئيسي سألنا المسؤولين الكبار ليش رخصتوا وبقول لك يا أخي هذا مش عدوري هذا فساد قديم طيب إحنا كمواطنين راتبنا محدود شو ذر من الفساد القديم طبعا إحنا من ضمن اللي بنعاني من المكنة الصحية حتى المسجد حتى الناس اللي بمروا بالشوارع يعني المسب بأداننا منسمعها لكن مش ذنبنا احنا مش ذنبنا عندك ناس مش قادر تدفع شو تعمل يعني أكتر من هيك كل واحد اللي بالمسجد حتى رجال بطل يصل للمسجد بيقول لك اللي هناك بيسمعونا كلام شو ذنبهم يعني حتى اللي بالمسجد يفوت على المسجد جرين جسين يعني مش معقول الشارع عن جد مكرهة صحية بيوتنا باستمرار مسكرة ما بعرف شو الحل لعدم موجود الصرف الصحي طبعا أكيد لعدم موجود الصرف الصحي وفي الحلول خالتي أنت لما أخذتوا البيت كان قبل 15 سنة يعني كان في موجود صرف صحي لا ولا حكونا كلنا اشترعينا هون ولا واحد بعرف أنه ما في صرف صحي مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة كثير ليش إحنا رايحين فيها في الإجرين أول إشي المصرف ما بيحل مشكلة بروحوا بيحكوا له بمطنشنا هذا أنت موجود مصرف ليش مش مشان تحل مشاكلنا صالك زمان بالإسكان هذا 2000 2000 16 سنة إنه أيوة وهي أبو حمزي يسألوا إذا مرة تأخرت عن القصد أبدا يتوجه أهالي الإسكان إلى الجهات المعنية بضرورة إنهاء هذه المشكلة التي سببت كارثة بيئية وإنهاء القرار التعسفي كما وصفوه بقطع المياه الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعانيها السكان في ظل الظروف المعيشية الصعبة من إسكان الدرب واحد حي الدربيات التابع لمطقة وادي السير حازم السردي الحقيقة الدولية